الثامن والعشرين من شهر مايو الفين واربعة وعشرين تاريخ لن تنساها الذاكرة العربية عندما يدخل اعتراف كل من ايرلندا ونرويج واسبانيا بدولة فلسطين حيز التنفيذ بعد ان قررت الدول الثلاثة لانضمام الى قائمة البلدان المؤيدة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واخرهم سلوفينيا وملطا ايمانا بالحرية والعدالة باعتبارهما المبدأين الاساسيين للقانون الدولي القرار الثلاثي لقى ترحيبا من دول ومنظمات عدة في مقدمتها الخارجية المصرية التي قالت ان تلك الخطوة المقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية الى خلق افق سياسي يؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعصمتها القدس الشرقية اما الرئاسة الفلسطينية فثمنت اعتراف الدول الثلاث بدولة فلسطين داعية دول العالم وخاصة الدول الاوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين ان تتخذات تلك الخطوة وفق حل الدولتين المعترف به دوليا وامام برقيات الترحيب والحفاوة انطلقت رسائل التهديد والوعيد في تلي ابيب حيث تدرس وزارة الخارجية الاسرائيلية سلسلة من الاجراءات العقبية ضد ايرلاندا واسبانيا والنرويك وذكرت صحيفة يدي عود احرانوت الاسرائيلية ان من بين الامور والاجراءات التي تستعد بها الخارجية هو تجديد تأشيرات الدخول للدبلوماسيين في مكاتب التمثيل الاوروبي لدى السلطة الفلسطينية في خطوة ستجعل من الصعب عليهم العمل مع الفلسطينيين كما اتخذت اجراءات انتقامية بالاعلان عن ايقاف تحويل اموال السلطة الفلسطينية عبر بنك نرويجي كما اعلنت ايضا عن اعادة مستوطنات كانت قد تم تفكيكها في شمال الضفة الغربية